اشتركوا في القناة تبقى في نفس المكانة من الله عشان كده انا بشوف حاجة من ضمن الحاجات كتير جسيس نظار وفيه ناس كتير بيبقى عندها اكتر من عامل يخلي انا متمسك بالشكوك اكتر من الحقيقة انا خايف من الاصدقاء خايف من اللي حوالي يمكن اقدر اقتبس كمان قصة نخديموس من انجيل يحنى اصحاح ثلاثة نخديموس ده كان معلم لليهود كان فقيه دين لكن الراجل ده عمل عكس تماما مع عمل ادم لانه رغم ان هو ماشي في طريق الخطأ وده كان راجل لي مكانته الدينية في طريق الخطأ لكن لما شاف حد تاني ليه سلطان اعظم وخاصة ان الحادثة دي بعد حادثة تطهير الهيكل في انجيل يحنى اتنين فبنشوف نلاجئ ان نخديموس بيروح للمسيح ويتكلم معاه ويتأكد منه ويعرف منه ويتبع طريق المسيح مش لا خاف من كلام الناس عليها يقولوا ايه ولا خاف انه يفقد سلطانه مرات كتيرة انا مش عايز اقبل الحق لحسن افقد سلطاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة